الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله باب في الصدقة المستحبة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على التنماني الأكملان على خير خلاله وآله وصحبه ومن وله كتاب الزكاة من الملخص الفقهي بعدما انتهى المصنف غفر الله له وحافظه على طاعته ورحمه دنيا وآخرة من الصدقة الواجبة عادل إلى الصدقة المستحبة وهذا هو ديدا في أهل العلم لما ينتهي من الصوم الواجب يتكلم لك عن الصوم المستحبة من الصلاة الواجب يتكلم لك عن الصلاة المستحبة وهكذا وهذا الدين دين عظيم يعني دين في ما يسمى الالترنتيف أو دين متعدد البدائل وقيل ولماذا الاستحباب بعد الوجوب قالوا لأنه يرقع ما كان من نقص الفين في الوجوب دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بصحاف أعمال الرجل في الصلاة فإن كان فيها نقص قال انظروا هل له من إيش من تطوع يرقع له حد مثل الراتب وحسابك للدخار صحيح؟ عندك راتب بيجيك آخر الشهر لكن انت مسوي برضو يعني إيش على جنب كده صندوق إيش تحط فيه كل شهر مبلغ للإحتياج فإن في دراتبك الطريق تأخذ من إيش؟ من رصيد المدخر نفس الكلام هذا صيام فيه خلل وانظر هل له من تطوع؟ حج فيه خلل هل له من تطوع؟ زكاة فيه خلل من غير عمد طبعا هل له من تطوع؟ فيرقع هذا التطوع ما يكون من خرق غير متعمد في واجبات العبادات وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة قال الله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين مفعول به أحسن الله إليك يعني تقديره وآت المال المساكين إن آت هذا من العفال التي تنصب مفعولين أحسن الله إليك وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء الله أكبر والله هذا حديث عظيم يا أخوان إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء في رواه وتقي مصاري عسوه الله أكبر فكم من أناس تصدقوا ثم خرجوا فنزل بهم ما نزل من قدر الله عز وجل فكان لهم من ذلك مخرج سبحان الله كان على شفاء الموت ويحكي أحد المشايخ يقول رجل ترك أمه في العناية المركزة ترك أمه في العناية المركزة ثم جاء في زيارتها في اليوم التالي وقبل أن يأتي لزيارتها مرة كده على سوبر ماركت يقضي أشياء البيت كذا ويأخذ مع أشياء أيضا لزيارة أمه قال فوجد قطا يبل لسانه الثرى من الجوع فرح جاب له موية وجاب له حليب ويش وسقى وذهب إلى حاله دخل المستشفى طلع لعن المركزة لم يجد أمه فظن أنها قد قضت ماتت راحت وينهم وينهم قالوا له ترى نبشرك فازت وطلع لها التنوين فلما دخلت علي قتلة ولدي كيف حال البس كيف حال القط كقول عمر يا سرية الجبل كيف حال القط قال القط يشبه قد القط اللي سقيته كأني أراه الآن وأنا من ذلك الوقت وأنا قد نجوت مما أنا فيه وقصص كثيرة في ذلك يحكي أحد المشايخ الفضلاء يقول رجل كان مريض القلب وعنده عملية في إنجلترا يسمى أوبين كاردي أوبريشن عملية قلب مفتوح رجل غني ثري في مصر في بلده وعند أعمارة كبيرة عريضة وتحت محلات وكذا فهو يطالع من فوق من الشرفة وكأنه يلقي نظرة الوداء على الدنيا عملية قلب مفتوح تنجح أو ما تنجح ما ندري فولد إمرأة عند أحد محلات الجزارة أسفل البيت تجمع العظم تأخذ على جنب فكأنه تأثر بذلك فنزل للجزار قال له إيش قصته قال له دي امرأة عندها أيتام وكذا وحنا يعني نخليها تأخذ إيش العظم ترح تساوب إيش شرب حسى مرقة لأولاده قال لا 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 هذه من اليوم لها تلاتين كيلو كل يوم تأخذ منك إيش كيلو كم حسابه كده تفضل رفعت المرأة يعني كفيها وقالت أسأل الله أن يصلح جلبك سبحان الذي حرك لسانه بهذه الدعوة له أسأل هو إيش هو محتاجها قال حسيت في الدعوة دي كده كأنه كده تيار كهرباء يضرب في جسمه كده رعدة عجيبة كده كأنه ماس التماس حصل فيه وحسبت الرجال وكده وكده أجزاك الله خيري أموك وشتعي حالي ورحت إلى إنجلترا بيسأولي ريهابيلاتيشن اللي يسموه تحليل قبل ليش العملية التاهية قالوا أنت عند القلب طفل عمر ستة شهور وقصة أخرى لحد النساء من هذه البلد المباركة ذهبت إلى الهند تركب كليا تركب كليا فجبوا لها بنت عمرها ما بين ثلاثة عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة متبرعة إيش يا بنتي قالت الله إحنا أسطن أسرة فخيرة وكده لا تبشر المبلغ كل هذا لكم يا الله روح يا أمي يا أذات لا لا خلاص ما أبغى شيئا كل المبلغ لهم الله يوفيها ويبيحها وتأكدوا أنه هي محتاجين فعلا والمبلغ خلوه لهم شوفوا إيش محتاجين بيسولوا بي ورح الولد فعلا تأكدوا لهم من حالتهم إلى غير ذلك ثم رجعت إلى هنا خلاص ورح تسوي تحليل فإيغى بالكولية كأنها زرعت الآن وخلقت الآن ولا فيها ولا شيء هذا هي ولذلك الإنسان ما يعني لا تظن أن الصدق لابد أن أطلع فلوس لا يا أخي سبق درهم مئة ألف درهم يقول الشاعر لا خيلة اهديها ولا المال فليسعد القول إنما يسعد الحال ويقول آخر أيضا كما نقل القرطبي وابن كثير والطبر وغيره إن لم يكن ورق أجود بها للسائلين فإني ناعم العود لا يعدب الناس الخير مني إما نوال وإما حسن مردود قول مغروف مغفرت خير مصدقة يدبعها أذى وليس الجود أن تجود وما لديك كثير ولكن الجود أن تجود وما لديك طريل فالإنسان لا أترك الصدقة وتأمل أن هذه من أسباب أحنا ذكرنا عشرة مواطن يصلي الله فيها عرق والملائكة منها مواطن إيش الصدقة إذا أصبح العبد فإن ملكين ينزلان يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا وإذا أمسع يعني إذا فاتتنا صدقة النهار مدفوطنا صدقة إيش المسع نعم الله التنمذي وحسنه وفي الصحيحين سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم هذه سبعة أصناف لا سبعة أشخاص يعني تحت كل صنف عدد لا يعلمه إلا إلا الله نعم وذكر منهم ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه جاء في أخبار الحنق والمغفرين من المعاصرين والمتأخرين والمتقدمين أن رجلا سمع هذا الحديث فكان كلما أخرج الصدقة حط إيد الشمال في جيبة وطلع الصدقة قال ليه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لا مش مقصود كده ليس هذا هو المقصود إنما هو المقصود هو الخفاء في الصدقة وليس التحديث بها كما يفعل بعض المتحمشين كل ما صدق سوى سنابة وسوى تغريدة وسوى فيلم وعبل وكذا يقول الشيخ بن عثمين إنما يكون ذلك لمن هو قدوة يقتدي الناس به أما أنا وأنت الضعاف المشاكين خلاص يا أخي تصدق واخفي واخفي الصدقة أو إذا أردت أنك توضح للناس الصدقة وما فيه دعلك تتبين كنت أم أخذ معاك قولي رموية وريح للعمال وتدبيه والكلام اجعلها من باب الموعظة من باب الموعظة العامة ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثر منافق أمتي قراؤها قال الشراح أي الذين يتكسبون بالقرآن ويقرؤونه لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة زي ما أنت شايف كنت أعمل لك قناة في اليوتيوب ونزل فيها التلاوات وأترك فيها الإعلانات التبرج والسفور وإعلانات الخناء والعفن مدخلها لكل شهر مبلغ ويش وقدم الأجل الدنيا لا يا أخي هذا قدم لله تبارك وتعالى لا أريد به عرض من عرض من عرض من عرض الدنيا والأحاديث في هذا كثيرة وصدقة السر أفضل لقيم تبدو الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقر فهو خير لكم لهذه الآية والإنسان يبد أن يخف في الأعمال ولا بأس إن أراد أن يظهر إذا كان قدوة يقدر الناس به وإلا فلاصل الخفاء فلاصل هو الخفاء ولذلك كان أحد السلف دهور طويلة يصوم وأهله لا يعرفون وكان عمله صباحا فإن خرج إلى العمل أعطوه يعني طعام إفطاره فيوزعه في الحانوت على الناس وإن رجع رجع إليهم عشية فوضع له عشاءه وهو إفطاره ولا أحد يعلم هالكلام ولا يعرف أحد ولا يعلم أن أحد بما يفعله بينه وبين ربه تبارك وتعالى نعم لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولأنه أبعد عن الرياء خير صحيح إلا أن يترتب على إظهار الصدقة مصلحة مصلحة كأن تكون قدو يقتد الناس بك إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء أو يحزو حزوك نعم إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به وينبغي أن تكون أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج قال تعالى ولذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذن بعض الناس يحسن إليك إذا حصل بينك بين أي نوع من الجفوة فضح فيك الدنيا كلها نقول لك غفر الله لك أبطلت كل ما قدمت أبطلت كل ما قدمت نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والصدقات المن هو أذى صحيح خاص والأذى هو العام فلماذا عطف العام على الخاص قاله لعظم أزية المن يعني يا أخي اضرب الإنسان ولا تمنع عليه صح ولا لا يعني ممكن أنك تتضربه أو تؤذي يعني ولا أنك تتمنع عليه في المجالس فتظهره صغيرا بأسفة الناس هذه صعبة جدا جرح النفوس أعظم من جرح الأبدان يا أحبابي نعم وكم من حروف جرت حتوفا أخرى دعت إلى خير منيف نعم والصدقة في حال الصحة أفضل لحديث رسول الله حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره يغتنم خمسا قبل خمسا وصحتك قبل سقمك لقول النبي عليه الصلاة أنت تصدق وأنت صحيح شحيح هذا أفضل لأنك إنت خلاص فارق الدنيا ولا مرض إن شاء الله متقبل بإذن الله عز وجل مع خلوصها لكن أجرها لا يكون كأجر من تصدق في وقت ماذا في وقت الصحة نعم قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل هذا فيها حقيقة فيها استدراك على المصنف رحمه الله وحفظه على طاعته لأنه لم يلد في ذلك حديث عليه الكلفة والمؤنى وإنما الذي ورد في أمر الحرمين هو الصلاة صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة وصلاة في مسجد الحرم تعدل مئة ألف صلاة إنما ذكر في أمر الصلاة فلكي نأتي بتحديدها بليلة معينة كما يقال في ليلة القدر لأن أيضا كما قال الشيخ بن بازل إنما خصت ليلة القدر بالقيام والصلاة فيها من قام ليلة القدر إيماناً واع وحزا وفروا لما تخدم المتفقين عليها فيكفى على الدليل والأصل في الكلام التأسيس والأصل في الكلام الدليل كما هي في القواعد الوصولية نعم لأمر الله بها في قوله فكلوا منها واطعم البائس الفقير إنما هذا إنما هذا في الأضحية وإنما هذا في الهدي إنما هذا في الهدي فلا يكون على كل ويبقى الخاص خاصا ولا يعمم حتى يدل الدليل على عمومه ويبقى المقيد مقيدا ولا يطلقه حتى يدل الدليل على إطلاقه نعم والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا أيضا فيه نظر وهذا أيضا فيه فيه نظر لأن الذي كان يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون زكوات في شعبان وليس في رمضان نعم والصدقة في أوقات الحاجة أفضل لا شك طبعا في هذا هنا لا شك في هذا فلقتها ما العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقب أو يطعام في يوم ذي ما يسغب يتيما ذا مقرب لا شك لكنك في وقت الحاجة الصدقة أفضل فيها من وقت الساعة نعم قال تعالى أو اطعام في يوم ذي ما سغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل أفضل منها على الأبعدين لعبو بالدليل لما جاءت زينب زوجتي بالمسعود فقال هي صدقة وصلة كل أسألكم عليه أجر إلى المدة في القرب نعم فقد أوص الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم أما قول الأقرب الأولى بالمعروف فليست بآية ولا بحديث لكن هو معناها صحيح وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات كقوله تعالى وآت ذا القرب حقه وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الراحم اثنتان صدقة وصلة وواه الخمسة وغيرهم وفي الصحيحين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ثم أعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان ويعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض قال تعالى وفي أموالهم حق للسائر والمحروم ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وقرى وقرى الضيف أو وقري الضيف على الفعل نعم قرى يقري قريا نعم أحسن الله بك شيء وقري الضيف لا بعس به نعم وقرى الضيف أيضا لا بعس به هذا على الفعل هذا على المصدر نعم أحسن الله بك شيء ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العار وسقي الضمآن بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم نعم قال عليه الصلاة والسلام فك العاني يعني الأسير نعم كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه وهذا قول من حضر قسمة فليقتسمها يستحب ذلك نعم قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده نعم وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه نعم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وهذه من محاسن دين الإسلام لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته إنه سميع مجيد وبهذا اللهم أمين وبعدها يكون انتهى الربع الأول من الفقه وهو ربع العبادات وسيأتي معنا إن شاء الله من المجالس القابلات الربع الثاني وربع المعاملات ونبدأ بها البيوع إن شاء الله عز وجل نكون بذلك عن انتهينا الحمد لله رب العالمين من الربع الأول اللي أركان الخمسة كل انتهينا منها خل العقيدة عن الصلاة والصياب والزكاة والحج سنبدأ بعد ذلك في البيوع إن شاء الله تبارك واتعالى الحمد لله وصحب أزاك الله شكرا شكرا